سين ان تختار مصر ضمن افضل الوجهات السياحية العالمية في فصل الشتاء سين ان بتنصح الناس اللي بيتابعوها وبيشوفوا هذه القناة بتقول لهم احنا دخلين على فصل الشتاء لو انتوا عايزين تزوروا اماكن حرشح لكم كم مكان مصر واحدة من افضل الاماكن السياحية اللي تروحوا تقضوا فيها فصل الشتاء سين ان الامريكاي ده في حد ذاته اعلان بملايين الدولارات احنا ما روحناش لسين ان وطلبنا منها تعمل اعلان ده هي عملت دراسة وشافت الكلام ده تخيل لما يبقى عندك وكالة بولومبرج الامريكية ولما يبقى عندك سين ان ولما يبقى عندك وكالة انباء روسية بتقول لك السياحة الروس والمواطنين الروس بيحاول يجولك مصر طب انا اعمل ايه اكتر من كده انا كاعلامي ده تالت يوم على التوالي انا عمال اناقش ملف السياحة في مصر علشان فيه اربعة مليون بيت مصري مفتوح بسبب السياحة العالم كله بيكلم عن مصر في السياحة من امريكا الروسيا طب السادة المسئولين الرسميين في قطاع السياحة بيعملوا ايه والله انا غلب حماري يعني هعمل ايه تركم ايه هتعملوا ايه هو انتوا ما بتقروش الاخبار دي زي ما انا بقرها يعني انا لو انا مسئول عن السياحة في مصر وقاريت ان السياح الروس مغرمين اوه بمصر كده وبيتنشاوا عايزين يجوه طب ما انا اروح اسافر الدول دي واعمل اتفاقات واجبهم اخفض اسعار اعمل لهم برامج ترويجية لما سين ان تقول ان انا افضل واجهة سياحية في الشتاء طب ما انا ااخد كلام سين ان وانشره في كل دول العالم انشره داخل امريكا اقول لهم ده انتوا عندكم حتى فضائية امريكية نفسها ايه بتقول ان مصر افضل واجهة سياحية يعني ازاي انا ما اخدش الكلام لما يتقلك ان فيه 70% من زائري متاحف هنجو كونج بيزوروها علشان الاثر المصرية واحنا ما بنستفدش من ده يعني مش عارف الوعي تخلاص بقى يعني